السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والذكران العزاء ان شاء الله احنا النهاردة هنتكلم عن اخطاء هندسية وجسيمة وخطيرة فيما يخص بند السباكة طبعا بفضل الله احنا محتوى نمحتوى تعليمي فبنحاول نعلم الاجيال القادمة بنحاول نوعي العميل نحاول نوعي بعض المهندسين اللي لسه حديث التخرج بحيث يبقى كل واحد عنده خبرة في المجال السباكة الحديثة ان شاء الله بازن الله طبعا مش عايزك تشوف الشغل وتقول ان انت بتطلع للفتصانة او بتستعرض عدلاتك على الناس او ان انت ايه الكلام اللي الناس بتتكلم فيه طبعا وراء ضهر هنا بيحطهش قدام مني اطلاقا بالمرة فبسم الله والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما عمل لا اي عمل لا يبدأ بصدق على رسول السلام فهو عمل مكروه فالله ام صلي وسلم وبارك عليك يا سيد يا حبيب رسول الله قرب عم عمر مبدئيا حضرتك اه هنا اه هات من بعيد بعد ايزنك تاني مبدئيا هنا احنا وقفين كده في كابينة شاور هنا فيه طويلت بعد كده فيه الحوض طيب هنا القسطة السباك دخل بمشترك خط العمل اخد مشترك تسعين درجة اللي هو زاوية قايمة اخد مشي دخل على الطويلت ومن هنا انشط وعمل مصورة للبيبة ولا هي زاوية خمسة واربعين كنا هنقول يعني ايه تمشي شوية انما تبقى الزاوية التسعين دي كده بالطريقة دي فدي مكروهة وخاطيقة بنسبة مية في المية اللي هيعمل طويلت في الطويلت في الخط ده هتلاقي الروايح الكريهة بنسبة كبيرة جدا هترد معاك هنا لو البرقع مش راكب كويس طيب البرقع اللي هو تهز منك سنة الموضوع انتهى تماما طيب لو القسطة السباك اللي هو خمسة واربعين سنة خبرة في مجال السباكة لو هو شغال صح لو هو عارف نفسه ان شغال صح كان اخد المشترك ده من قدام هنا ما كانش اخده من برة انما هو اخد برة عشان يقفل الشنيشة والعميل او المهندس اللي موجود يخش يشوف فيه خطين دخلين من برة يعرف ان الشغل افيش في مشكلة ولكن ربنا بيصخر ناس لناس عشان خاطر نبين بعض الاخطاء ربنا وعع بصيرة العميل ان يبص على الشغل او يرجع على الشغل معنا فطرع الشغل زي ما سيتك شايف دي اول خطأ كارسي ما يعديش ما يعديش ما يعديش في سبيل ان انا عندي خط خفيف اللي هو خط الخفيف وخط العمل في الضكت من الظهر هنا هنشوفه مع بعض ان شاء الله ما يجيش بالطريقة دي اطلاقا بالمرة كان على الاقل اخدت على الخط الخفيف اللي المصمم لي خط خفيف من تحت ان انا امشي خفيف وتقيل وفاصل الدنيا انما انا امشي كده طيب لو اللي باد يتسدد حضرتك وحبيت اسالك استحادا ان بكوع يلف معاك في الزاوية التسعين دي خلينا متفقين ان الزاوية التسعين خطأ بنسبة تسعة وتسعين فاصل تسعة من عشر في المية انا ممكن محمد صراح احط كوع تسعين في حالات نادرة جدا يبقى لازم كوع تسعين انما عندي ارياحية احط انما ما فيش لفل ما فيش شير يعني بتبقى حاجات بص حاجات نادرة بنحط فيها كوع تسعين تعال هنا كده بص هنا حضرتك الشغل بالمونة بتاعته بالرباط بتاعته عشان ايه محدش يقولك انت بتفتري على الراجل ده المشترك التسعين وده الكوع التسعين برضو الوصلة دي لما يجي ازق وسلك هتخبط هنا مش هترد وتسلك معايا في الكاتمة اللي هنا از تسد معايا الخط از لقدر الله لو هو كان حطه زاوية خمسة واربعين ورد بكوع مفتوح كنا نقول العمل مقبول بنسبة ستين في المية سبعين في المية انما كان فيه الاحسن اللي هو كان يحط برا هناك انما بالطريقة دي دي اول خطأ بنسبة مية في المية طيب القسطة الكريم ربنا يديه الصحة رب العالمين طلع ربنا هنا بق extensively واخت برضى كوعا تسعين انا مش تعرف ايه الهدف ايه الهدف ايه الهدف ايه القعة التسعين انا مش عارف ايه الناتيجه او ايه الهدف ايه العلاقة اه来 One Clip 90 برضو وطلع اخذ مشترك اوه مقبول وباخت العcadoany ايه عط البتع المثور بق Tyr Directory ببه حطت غيرللا بتاعت اللياء الآن انت عندي ايه بكدة هنقول برضو wyدي الفير حتت عناء التسعين عمل نسبة اللي غير الع lucD society وهو قال لك لأ ان هيا بترجع لي العقلية. يعني العميل واقف ورا الكاميرا بيقول ان هو كانت اكتعان المتسعين اللي خمسة وارباين موجودة ويرجعها يعني قال لك لأ ما لهاش لازمة. فالصحة دك ان الكوع التسعين لما اجي اسلك جليلة الشاور دي هتلاقي السوستة وقفت هنا ملفتش معايا. برضو دي كانت من ضمن الاخطاء البسيطة ممكن تنقول مقبول انت عدي او متعديش. هنبص مع بعض الوقت على حاجة متعديش ابدا. اللي هو بقى الاخطاء بقى الكاريسية اللي حبنتكلم فيها اخطاء كاريسية معاكم من اخطاء كاريسية. هنا طلع من البلاعة او من البيبة اخد مشترة كوي ومشي بص المصورة بالعين المجردة هنا عالية في فراغ تحت الارض عشرة سنتي وهنا على وش الارضة اللي حتى مفرحناش الشنيشة عشان محدش يقول انت بتفتري على الراجل. الشنيشة زي ما هي معمولة والعزل معمول حضرتك. هنطلع من الظهر نشوفها المصورة دي بتوصل على ايه? او بتاخد ايه? ركز معاها في الواصلة. ادي المشتركة الغلط. اللي هو الاخد الطايلة الريحة التقيلة الحاجة الوحشة. الرويح كلها تجيلي هنا مش مشكلة عديها. هتيجي في كوع تسعين برضو مش مشكلة عديه. تعال هنا في خط التكيف اللي هو اخي بيه التكيف من برا. هنا المصورة. جات من العالي. بص المصورة هنا بينها وبين الارض قد ايه? هز اللي. اقرب هنا كده حقيقي بص هنا الفراغ قد ايه? هنا الفراغ اهو. وهنا المصورة اهيه. هنا فراغ هنا جات على وش الارض. لو قلتك حطينا الميزان. هي مش محتاجة ميزان. لو جينا حطينا الميزان بص الميزان عشان ترفع. لازم ترفع ده كله خمسة سنتي او اربعة سنتي عشان تبدي الميول. نطلع بره بقى احنا هنا شوفناها عالية عن الارض عشرة سنتي تقريبا. صور كده من تحت هنا كده. هنا عالية عن الارض تقريبا عشرة سنتي. اطلع بره بقى شوف اواخ ده ايه من بره. تعال بس بره. طلع بره هنا حضرك بالبصورة الخمسين ميلي لحد هنا. وحط شغل التكييفات على الارض اصبح ان خط التكييف ده كله واخد بسيبشا واخد الغرف جوه المسورة اوطى المسورة دي اوطى من البلاعة عشرة سنتي. اصبح الخط الناي من شبكة التكييف دي كلها يمين وشمال هتبقى المسورة رقدة فيها بارتفاع عشرة سنتي. التكييف ده مش هيصرف التكييفات دي مش هتصرف. الا لما السبكة اللي في الارض دي كلها تتميلي والمسورة اللي على الاي من اللي طلع تاخد التكييف من فوق المية تعالى فيها كرابة عشرة سنتي لها ارتفاع البلاعة من جوه. اصبح ان السبكة الارضية للتكييف دي كلها خطأ. يعني الالم معك. يعني حضرتك البلاعة دي هنا دي كده البلاعة اللي تشفتها جوه. خارج منها مسورة وجت بمنحضر كده ومشيت كده اخدت صرف تكييفات وهي مشية. وجيت هنا في الاخر حطيت الايم بتاع صرف التكييف اللي هو اللي زي ده. فالمسورة الشبكة النايمة دي كلها هي اوطى من مخرج البلاعة اللي جوه دي كده بلاعة. اوطى من مخرج البلاعة زي ما انت شايف كرابة العشرة سنتي. اصبح ان المية في الشبكة الارضية اللي هي جاية تكييف كده او رايحة تكييف كده. الشبكة دي كل لها مش هتصرف المية. الا لما المية في الايم اللي هو المسورة اللي على الواقف. المية توصل بنفس اللين بارتفاع البيب او اعلى. عشان المية بتمشي من العالي للواطي. مش من الواطي للعالي. يعني يجب المية تكون عالية وتمشي بمنحدة. عشان كنا احنا بنبدي ميول في مواشر الصرف. حبنكلم كلام هندسي كلام معمالي كلام يدرس في اه الجامعات. ده لو انا بقول كلام غلط حد يقول لي ان انت بتقول غلط. ان المية بتمشي من العالي للواطي. دي الف بيه سباكة والف بيه تعليم. فاصبحت ان الشبكة دي كلها المية هتعمل فيها ركود. ركود المية هنا هتعمل ايه مع مية التكييف? ما حد يقول لك ايه مشكلة ما هي مية التكييف. احنا بيمشي التكييف من غير ميول. ماشي هلمشي التكييف من غير ميول في اوضاع واوضاع بميول. همشي التكييف من غير ميول ولكن ما يبقاش عندي المصدر من هنا يكون مواطي عشر صندي عشر صندي. انا برضو برد على العقل الباطن. ان الشبكة دي كلها فيش فيها مية تيجي على البيبة لما الايم ده او الايم ده هو مية توصل فيه عشرة صندي اعلى من البيبة وترد علي. مية التكييف بتعمل تحالب بتوع التكييفات يردوا علينا بتعمل تحالب بتعمل ريم لونه اخضر مع الوقت مع التكييف بيشتغل صيف وشتة. في الشتة ما بيشتغلش اوي بيشتغل في الصيف. فالمية هتعمل ركود فاترة الشتة تكريبا فهتلاقي ان المية عملت ركود وهتسد المصورة. خش بقى سلك عشان تسلك المنحدر ده كله مع مشترك الوي بتعلوية اللي جول احنا مش عايزين ننساه عمرها ما تسلك معاك اطلاقا بالمرة. خلاف الريحة طبعا الريحة هيعمل ريحة طبعا لا حبنتكلم في الاساسيات الريحة بقى حاجات دي كلها فرعيات ممكن عشان يبقى الشغل مقبول يعني بيقول ليه الشغلة مول بنسبة 80-70 في المية. انما العشرين في المية اللي بتوعي بتوعي الريحة بتوعي الحاجات اللي هي اللي هتبقى وحشة في مخرج التكيف سواء من ريحة الطويلة ديها الكاكا في الطويلة هناك اللي هتطلع لرحتها في التكيفات هتملت الدنيا كلها دي الطريقة اللي معمولة برا. نخش نكمل تاني في الحمام. كده حضرتك انت شفت المصورة اهي. اللي احنا كنا بنتكلم عليها هناك هنا عالية ما هيقرب من عشرة سنتي وجات على الواطية زي ما سيتك شايف كده. طيب. تاني حاجة عندنا الطويلة الدفن. الطويلة حضرتك انا عندي الراجل مبايد المحارة. اللسطة السباك جام بايد محارة عمله بؤج. وعمل بؤج وراء هناك اهي. ولكن ما اشتغلش عليها. يعني ايه ما اشتغلش عليها. المفهول انا بعمل بؤج للشغل الهندسي بنسبة مية في المية. بعمل للشغل الهندسي المية في المية اللي هو بحط خيط واخلي الخيط على الشرارة واخلي السن بالس برا المحارة عشان خاطر مايجيش. الكوعب وسن داخل الحيطة سن نظيف جدا وهربط سن الماني جروهي داخل الحائط. ما ينفعش تحطلي وصلة سن سعبي او صيني ما بينهم. هتعمل لي مشاكل تسريب. انما انا بعمل بؤج عشان حد الليفل النهائي للحائط عشان اخلي السن يربط في السن بدون وصلة بدون الوصلة اللي هي نصف نصف او كلام ده. الجلب نصف نصف مش غلط. ولكن ليه انا اعملها? طرح ما في ايدي ان انا اعمل الصح والعميل مصدر خاصي وشغال كويس جدا بماتيريال كويس جدا. طبعا البضاعة لتشغالها بالمناسبة بلنجر بي ار. انت هو كنت يجيب بضاعة بي ار كويسة منتج عالي هو بس تجيب الصنيعي مش كويس. فلازم تحقق المعادلة. ان اجيب صنيعي كويس مع منتج كويس. العيب مش في المنتج. الفيلا اللي فات احنا فكناها من شهرين ولا من شهر ونص تقريبا. كان العيب في الخامة وفي الصنعة. انما احنا بنقول ان الخامة كويسة والصنعة هي اللي مش كويسة. طيب عيوب اللي هو ما شدش الخط احنا طبعا مربعين الليزر بتاعنا من على البؤج. البؤجة دي والبؤجة دي احنا ربعنا الليزر بتاعنا دوت. فالليزر من هنا حضرتك مديني مية اتنين وتلاتين. ومن على الصندوق هنا مديني مية اربعة وتلاتين. يبقى الليزر مديني مية اربعة وتلاتين. لو انت بصيت بالعلم مجردة هتلاقي ان الصندوق دوت بارز من الطوب من هنا وداخم هنا فاصبح ان اللي قاعد على الطويلت هتلاقيه طبيعي بالبداعي كده. ان القاعدة ملفوف فكده اتنين سنتي فتحس ان اللي قاعد ملفوف فباش تبقى اخد حريته بحيس يبقى دي كده اتعملت غلط. يبقى كده عندنا كم خطأ? خطأ الدخلة الاربعة بوصة بتاعة الطويلت والكرة التسعين. دخلة الكوعة التسعين مع جلالة الشاور مع صرف التكييف اللي ميل. الصندوق مش متربع والصندوق ملفوف كرابة اتنين سنتي فمش هتاخد حريتك. تعال اخش على الحوض. برضو كوعة تسعين. اصبح ان اللي شغل هنا عنده عقيدة ان الكوعة التسعين هو كويس. وغير ان الميول طبعا ميول واقعة فواخد مية العكس. يعني صرف الحوض واخد مية العكس اللي هو لو شفناه على الميزان ده هتلاقيه ماشي معاك الميل العكس زي ما انت شايف كده. الميزان ماشي معاك مية العكسي مش ماشي ميول. الميزان ماشي معاك مية العكسي مش ماشي على الميول زي ما انت شايف كده حضرتك. اصبح ان المكان ده كتلة تجميع الشعر طبعا احنا عارفين طبعا ان فيه تساكوت شعر خصوصا عند اه الحليم فاصبح الشعر هيقع في الحوت كتير فاصبح هيتسد منطقة دي جامد جدا 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 جدا. طيب عايزين نيجي بقى لكي احنا اتكلمنا في الصرف طب بالنسبة للمية طب احنا هنفك صرف طب هنفك مية ليه? ما بني على باطل فهو باطل. فالنره اولى به. انزل كده. الشغل دوت متسلم من خلال الشركة المصارية الالمانية ايجيك وانا من هنا بوجه نداء للشركة المصارية الالمانية ايجيك. حضرتك الشغل دوت اتسلم من خلال الشركة. لو تلاحظ باين في الكادر معايا كويس جدا هنا كده ان هنا الايمة زغيرة ومن ورا الايمة كبيرة. اللحم ده ملحوم مشتور مايل كده. فاللحم ده انا بقولك مش داخل بنسبة كبيرة جوه. اللحم مشتور لو باين معاك. اه. اللحم من هنا. اللحم ده. الاسم فكتش حكوا لا كله علمونا اهو. ازاي اللحم ده تسلم من خلال الشركة. اللي حضرتك بتيجي تراجع على الشغل. واصبح ان هنا اللحم زغير وهنا اللحم المصورة كبيرة. فبالعقل يقول ان اللحم ده مش مزبوط. او اللحم ده مش كويس. طبعا حكومة للحق. اللحم ده كان معمول غلط والعميل كان واقف والشركة جات رفلت اللحم وجات السباك عمله تاني والشركة جات واستلامته بعد ما السباك خلص بالمنظر ده. فهل هذا يحق? ثانيا انا عندي لو هو الشغل ده كويس. انا عندي هيركب هنا. هيركب ادي الطوبة ايه? هيركب اتنين سانتي او ثلاثة سانتي. اتنين سانتي محارة. وصانتي ونص برسلين. بص محبس الدفن اصلا مات تفون جوه. ولما هبلط هتلاقي المحبس وصل معاك هنا. هتلاقي الشغلة بص ان كله اتدفن معاك داخل الحائط. وليه? وانا عندي جواج اشتغل عليها. طيب. تاني حاجة لو تلاحز ان المواسير ماشية هنا في الشاسيه. وواخد ارصة وطلع على الحوض. الارصة دي حضرتك على اللحام انا بقول لك في العمر الافتراضي اللحام البروبيرين واخد ارصة انا بقول لك ما ينفعش ولا يصح ولا يحق انه هو يكون بالمنظر ده. هو يحق المكرس سيء الا باحل. ده كان بالنسبة للعلاقة بتاعة الحمام ده ان هو حمام خطأ. وطبعا احنا ما بنعرض الخطأ بنعرضه من اجل يبقى فيه توعية للعميل ان هو ياخد باله من المناظر بتاعة الشغل الخطأ او الصح وما شابه الى ذلك. لو تلاحز بقى البروبيرين بقى اللي كافي تحت كافي فوق دي كلها حاجات انا ما جيت قيمة الشغل قريبته بنسبة ستين او سبعين في المية ان هو يمشي حاله ويتشطط. فالعميل رفض ان هو عايز ستين او سبعين في المية. قال لك انا دافع فلوس وعايز اخد سباكة بنسبة مية في المية. فبنينا عليه بدأنا نكسر وبدأنا ان احنا نعيد هيكلة الشغل من جديد ونطلع نخش له الحمام التاني جهو. طبعا حضرتك لحمام الضيوف او الحمام رقم اتنين. داخل فيه تجمع الخامس. القعدة جات هنا واللوس طبعا مشكورا طبعا انا بقول هي غلط بس بنقول له شكرا ان انت اجتهت وعملت الصندوق داخل نص طوبة. وانا برفض ان الصندوق ييجي في نص طوبة. هات كده بنظر الصندوق اللي وراك ده. ده الصندوق اللي في الظهر هنا اي شغل لاي حد في الحيطة هنا اهو اي حاجة تلاقي الصندوق دوت بدأ ينشع ويجيب منك مية وحد يخبطه او ما شبه الى ذلك. كذلك الامر الصندوق الناحية دي برضو نفس المشكلة دي في المطبخ اللي هيعلق يونت اللي هيعمل اي حاجة مش لزيزة ويضعفنا الحيطة او ما شبه الى ذلك. بس هنقول مش مشكلة وتمشي حالها. لو جينا بصينا في توزيعة الصرف. لو جينا بصينا في توزيعة الصرف هنا في الضكت على جوه هنا كده. ده الضكت المفروض موزع عليه حمامين من داخل كومباوند سكوير. كومباوند سكوير ناس محترمة جدا وناس قائمة جدا جدا في شغلها وعملين خط ليه الخفيف وعملين خط ليه العمل اللي هو التقيل. والناس من كتر احترامها عاملين خط خمسة وسبعين ملي للنفس. يعني بيقول لك انا عاملك احسن منظومة صرف في مصر يعتبر. فلما تيجي حضرتك تاخد لي البيبة بتاعة الحمام ده على خط العمل. يعني انت زنقت نفسك في الضكت وانزلت واخد خط البيبة على خط العمل اللي هو بتاع الاوعد اللي هو اخد الحمام ده. وباخد الحمام التاني اللي فيه نفسي المشكلة الغلط. وعندي الناحية دي هنا خط الخفيف اللي هو اللي عامله ودخل بيه خط خمسة وسبعين استريت للناحية التالية. طب هل اقرب للصناعي السباكة اللي اشتغل هنا? انا بسأل سؤال اوه. هل اقرب للصناعي السباكة انه ياخد خط العمل خط البيب على العمل ولا الاقرب انه ياخده على الخط الخفيف وهم اللي اتنين في داكتر واحدة وفي مسافة واحدة. فاصبح ان الشغال هنا شغال لا وعي شغال لا مبالاة شغال لا مسؤولية هو اخر علمه كده والله اعلى واعلم. ولكن ان العميل لما جي كلمه قال له انا عامل لك انا سباك عندي اربعين سنة او خمسة واربعين سنة خبرة. فما تقلقش من الشغل المعمول اه سيبك من الاجيال اللي طلعها الجديدة اللي هم بي ايه بيعملوا الميديا والكلام ده طبعا حاجات مش عايزين نخد فيه. كلام مالوش اه علاقة بيه اللي احنا بنتكلم فيه. طبعا اه مش هنقول بقى ميول اللي هي غلط والميول اللي هي فيها ترصيب والميول جاي ميول عكس برضو احنا بنتكلم فيه اساسيات وفنيات السباكة. طبعا هنا عشان القسطة حاب يطلع ياخد صرف ليه الحود. عمل ايه حضرتك? طلع من الظهر في المطبخ وجيه اخد صرف الحود. نطلع من بره نشوفه هو عمله ازاي? او انا نطلع بس نشوف من بره معلش. اطلع بره كده? ايه? بص حضرتك هنا. طلع بين البيبة حط كوع تسعين. وليه احط كوع تسعين ما انا ممكن احط كوعين خمسة واربعين. ودي جيت اول ملاحظات العميل لما اتفرج عليهم انا بنحطك عن خمسة واربعين. دي كتاول شدة انتباه للعميل ان فيه اخطاء في جودة الشغل. طلع جه احد صرف الحود اللي هو حطوله برضو كوع تسعين. الكوع الخمسة واربعين ده لكب غلط بنسبة مية في المية وانا بقول لك من هنا انا بقول لك ده هيصرب مياه. المفروض انا عندي اقرب ازاي ما انت كنت. انا المفروض عندي حاجة اسمها راس وديل. الديل ده يا باش مهندسين بيمشي مع حركة سريان المياه. زي ما هو لكب في الايم كده ان الديل جاي فيد على نور هنا. ان الديل جاي هنا كده حضرتك. الديل اهو دخل فيه الجلبة ويه خرج. ما حدش يقول لي ما تجلبة نفس الموضوعها اقول لك لأ طبعا. المفروض الديل ده حضرتك يركب هنا كده في جلبة والراس هي اللي تركب في الكوع وجلبة ما بينهم او مقاست يعني بينهم. عندما ده كده لكي بخطأ والشركة ببانينجر بارمل هاش علاقة يعني هي قطع ركبة والرجل جيز تلا مش شغل بتاعه وما فيش فيه اي مشكلة. طبعا عشان خاطر بقى حط الصندوق داخل النص توبة او الربع توبة او الكلام اللي احنا شايفينه بالمنظر ده مواسير طبعا بارزة او مواسير مش عايزين نتكلم في حاجة. دخل هنا حط صرف الحوض اللي برضو اخد ميول عكسية وقولنا يا جماعة صرف الحوض عايزينه يبقى فيه ميول. هو الراجل اكتهت قطر خيره برضو عامل كوة تسعين وعملو خمسة وسبعين ميلي. ولكن انا عشان اسلك صرف الحوضة لحد برضو مقفل الضكتر الموضوع انتهى مش هينفع. انما لو هو خمسة وسبعين وواخد ميول الموضوع انتهى تماما مع هنا زاوية خمسة واربعين. ودول لو كعين مفتقين زاوية خمسة واربعين كانت ادينا تمشي معاك لازيزة بنسبة مية في المية. المقاس ده حدوك واخد ارصة جامد كده عشان خاطر يحط عليه غسلت الاطباق. فالجوانات لو اتقرس عليها الموضوع بتاحها باز بنسبة الارصة باينة معك. الشغل واخد ارصة. يعني المفروض لو صح ان المقاس ده هيطلع ده كده. بص حضرتك. دي المصورة اللي جاي من هناك اهيه. وده المقاس اهو. ده المقاس اللي هو اللي هو واخد عليه ارصة. بص لو انا ضربت عزاوية خمسة واربعين. بص هيوديلي فين. ده كده لو هو واخد زاوية خمسة واربعين. بس عشان خاطر القسطة الشغل يكسل ومريحه. رح لك جاي عام الارصة. ارص على الجوان الخمسة وسبعين ملي. وراح لك جاي مركبه زين ما هو كان راكب كده. فاصبحت الارصة على الجوان ده. وهي على الجوان اللي نبين الارصة اللي احنا بنتكلم فيها ان هي خطأ بنسبة مية في المية. طبعا دي كانت بداية معرفة بعض الشغل الخطأ. ولسه ان شاء الله بازني ده الفيلا معانا دور علوي الدوبليكس. هنطلع نشوف ان شاء الله بازم مع بعضينا واحدة واحدة عشان نتعلم من الاخطاء. وارجو ان احنا نتجاهل الاخطاء دي في الحاضر ان شاء الله بازني اللي ماضي خلاص ماضي. والغلطة دي احنا ما بنقولش اسامي حد. ما بنشهرش بحد. احنا بنشهر بالشغل الغاض عشان الناس تعرفه. معنى كلمة تشهير انك بتعرف الناس. انا بعرف الناس الغاض عشان ما حدش يعملوا تاني. عشان بالمنظر ده شقة زي دي فيلا زي دي صرفة ومكلفة ورابط مليون جنيه تشتيت. نتكلم بالبلد كده. عشان اشطف فيلا النهار ده في غليو الاسعار دي مليون جنيه. جايبين بس السباكة اللي تفكت دي وهتتعدها من جديد تقريبا تبانين الف جنيه. حدش يقول لي ليه? هتشوفها بعينك ادزل اشتدي اسعار ده في الاسعار. فده انا بقوله حضرتك ان باندي السباكة بياخد مية الف جنيه مسلا من مليون جنيه يعني عشرة في المية من قيمة تشتيب الشقة. طبعا ربان يعين كل واحد على اللي هو فيه. فالسباكة لو تعملت غلط اتسدت مش طعف تسليكها تخش تكسر. لو السباكة